الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبي في الله من أجمل وأعظم ما في دين الإسلام أنه دين التوحيد وطبعا الإسلام كعقيدة هو دين الأنبياء جميعا إن الدين عند الله الإسلام والحمد لله إن ربنا واحد الحمد لله لما نيجي نعبد نعبد إله واحد لما نيجي ندعو ندعو إله واحد أنه هو الأقوى هو الأعظم هو الأقدر فالله هو الرب وماعده مربوب والله هو الرازق وماعده مرزوق ودي عاجة تريح الإنسان الحمد لله على نعمة التوحيد ولما نيجي نتكلم لو دينا نتكلم في موضوع الإخلاص فالإخلاص هو توحيد الله أصلا يعني التوحيد هو الإخلاص عشان كده كلمة التوحيد اسمها الإخلاص وسورة التوحيد اسمها سورة الإخلاص قل هو الله أحد ده التوحيد القولي اسمها سورة الإخلاص الإخلاص يعني توحيد ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص أصلا فالتوحيد هو الإخلاص وربنا عز وجل أنزل سورتي التوحيد يعني سورة الإخلاص وسورة الكفرون قل يا أيها الكفرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون أيضا هي سورة التوحيد لأن فها تتضمن التوحيد الإرادي أما سورة الإخلاص فيها التوحيد القولي يعني مسألة النية النية قل يا أيها الكافرون لا أعبد مسألة القلب لله القصد في العبودية لله فالإنسان مخلص في عبادته لربنا سبحانه وتعالى عبادته تيم خلصها كده من كل شائبة وموجهة للإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى وربنا عز وجل في سورة النحر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوين مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون رجل فيه شركاء متشاكسون يعني يعبد مين يعني يعبد مين واحد مثلا يعني لو هو عزرا لو هو إنسان عبد لأسياد مختلفين هيطيع مين ويسيب مين هيطيع مين ويسيب مين مسألة صعبة جدا جدا ورجلا سلما لرجل اللي هو عبد السيد واحد فده مرتاح ده هادي ما عندوش أي مشكلة إنما الذي فيه شركاء متشاكسون هايش تعبان فالتوحيد سهل والإخلاص سهل للي له سيد واحد فالحمد لله إن إحنا لنا له واحد فالإخلاص والتوحيد إنما أخلص لربي عز وجل في العبادة بعبوده وحده لبداية العمل يبقى ده شرك إننا لما أجي أصلا أبدأ العمل بداية العمل كده نيتي ربنا وغيره يبقى شرك نيتي العمل ده ربنا وفلان يشوفني وأنا بعمله يبقى ده شرك فالموضوع مش بسيط إنما دخول الرياء على العمل بعد العمل لا يؤثر بس في خطورة على العمل التالي لما أكرر نفس العمل إنما دخول الرياء على العمل أثناء العمل فحسب بقى لو كان كتلة واحدة زي الصلاة يبقى كده يحمط لو كان جزء منه يبقى خلاص الجزء اللي دخل فيه الرياء باطل والجزء اللي تم فيه توحيد لربنا سبحانه وتعالى وإخلاص لربنا سبحانه وتعالى يبقى كده على العمل إيه يبقى كده العمل كامل أو العمل مقبول الجزء المخلص مقبول الجزء اللي دخل فيه الرياء حابط إنما لو كل على بعضه يبقى حابط فالإخلاص والتوحيد الإخلاص وعين التوحيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص قلوبنا له وأن يرزقنا توحيده دون أدنى شائبة وأن يقبضن على ذلك أمين يا رب العالمين